لم تجد اسرائيل ما تقوله لمحكمة العدل الدولية حيال تهديداتها ضد رفح سوى ان قرار المحكمة السابق يشمل غزة ككل مما لا يستوجب قرارا جديدا المفارقة المضحكة المبكية هي ان اسرائيل لم تلتزم اصلا بالقرار السابق لا حيال غزة ككل ولا حيال اي جزء منها وواصلت قواتها اعمال القتل والتدمير ومحاصرة المستشفيات وقطع امدادات المساعدة وكأن ذلك القرار لم يكن الاستهتار بالقانون الدولي ليس شيئا جديدا بالنسبة لاسرائيل ومن غير المتوقع لهذا الاستهتار ان يتغير طالما بقيت تتلقى المزيد من الدعم والتشجيع الضمني من حلفائها الغربيين التهديدات باجتياح رفح واجهت انتقادات وتحذيرات من الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وغيرها ولكن هذه الدول هي نفسها التي تزود اسرائيل بالاسلحة والذخائر ما يجعل اسرائيل تفهم ان تلك الانتقادات هي مجرد لعبة علاقات عامة تقصد تشجيعها على ارتكاب المزيد من اعمال القتل والتدمير من ناحية وتبرئة النفس من المسئولية الاخلاقية من ناحية اخرى العدل الدولية تجري في الوقت نفسه جلسات استماع تشارك فيها اثنتان وخمسون دولة وثلاث منظمات دولية لتقديم رأي استشاري حول الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وذلك بمجب طلب اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر 2022 منظمة هيومن رايتس ووتش تقول ان اراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة ولكنها يمكن ان تحمل سلطة اخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن ان تصبح جزءا من القانون الدولي العرفي وهو ملزم قانونا للدول رأي المحكمة قد يتطلب شهورا قبل ان يصدر الا ان قراراتها السابقة تتجاه الاحتلال تبرر الاعتقاد بانها سوف تعيد التأكيد على طبيعته غير القانونية الامر الذي يدعم المطالب الفلسطينية لتنفيذ القرارات الدولية لانهاء الصراع اسرائيل لن تصغي لأحد ومن غير المتوقع ان تمتثل للقانون طالما ان هناك من يوفر لها الدعم والتبريرات والاسلحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة